تجربة هي الكثافة والوزن النوعي بالنسبة للتجربة نستخدم ثلاث نماذج مختلفات من ناحية الكثافة نستخدم النفته بنزين الضائرات اللي هو اخاف المشتقات كيروس الميو نفط الابياض ونستخدم زيت الغاز التقيل هههي غاز اويا الطرق قياس الكثافة نستخدم هنا طرقتين القياس الكثافة كنومتر قنية الكثافة ونستخدم هيدرومتر اللي هو النيكثاف بالنسبة للهايدروميتر ناخد نماذج سلندر ونحطها ندخلها حيكون سطح النموذج على سطح أي تدريجة من التدريجات فيقران مباشرة الكثافة أما بالنسبة لقنينة الكثافة ناخد وزنها هي وفارغة وبعدها ناخد أوزانها وهي لثلاث نماذج الموجودات النقص من الأوزان على أن يطلع لي وزن النموذج فقط على حجم قنينة الكثافة تطلع لي الكثافة لكل نموذج من أحسب الكثافة ورها أحسب الوزن النوعي أنه كثافة المشتقة النفطية على كثافة الماء ناخد هنا 1 غرام على سنتيمتر تكعيب فتطلع لنا الوزن النوعي من أنه الوزن النوعي نحسب الـ ABI من القانون أنه هو 141 على specific 141.5 على specific gravity ناقص 131.5 تطلع لنا الـ ABI فنحسب الـ ABI للمشتقات النفطية النفطة ستكون هي أقل كثافة بس الـ ABI مالتها سيكون أعلى شيء لأن العلاقة عكسية بين الكثافة والـ ABI وهكذا فنشوف أنه أعلى شيء ستكون النفطة ومن عدها نبين أنه كل ما يكون المشتقن نفطي خفيف وكثافة قليلة الـ ABI مالتها عالي ويكون هو النوعية جيدة إذا احتوى النفط الخام على ABI مقارب للـ ABI للنفطة معناها النفط الخام يحتوى على مشتقات نفطية أخاف معناها تقيمة الحرارية ستكون أعلى ترجمة نانسي قنقر